السلام عليكم. معكم مستر ايهاب عادل عشان نكمل شرح دروس جري ثري او صفحة ثالث. هنبدأ اليوم اول درس من دروس يونت سيفن. اه بدرس بعنوان اور جرين ايرث. اور جرين ايرث يعني ايرث يعني ايرث يعني الارض. الارض الخضراء ارضنا الخضراء. تعالوا الاول نسمع المقطع الصوتي. وبعدين اترجم لكم كلمة كلمة ان شاء الله. طبعا the sky is painted blue. يعني السماء كلمة paint يعني يصبغ او يدهن يعني كأنها مزبوغة باللون الازرق. السماء مدهونة باللون الازرق. او مزبوغة باللون الازرق. I'm glad the sky is painted blue. يعني انا مسرور ان السماء مزبوغة باللون الازرق. and the earth. the earth. الارض is painted green. يعني مزبوغة باللون الاغضر. with the. طبعا the. with such a lot of nice fresh air. هي حتى لما نطقت كلمة air ما نطقتش الار في الاخر. air and all sandwiched in between. هنا في الاخر ما بنقولش sandwiched. يعني بنختلف all sandwiched in between. انا مسرور ان السماء مزبوغة باللون الازرق. والارض مزبوغة باللون الاغضر. which such a lot of يعني مع الكثير من الهواء المنعش الجميل او الكويس يعني. all sandwiched in between. كلمة sandwiched هنا مش معناها sandwiched. sandwiched يعني بتقع بين يعني بيقع بين السماء والارض في هواء نقي. all sandwiched in between. between يعني اه يقع. كلمة sandwiched معناه يقع. طبعا هنه الصورة. في بعض اللافتات هنا موجودة. no fishing, no swimming, no cycling, don't drop litter. دي طبعا هنشوفه في الدرس القادم. دي مجموعة من rules اسمها rules. او هنا number two وهي موجود rules in the park. في بعض القوانين او القواعد. في الحديقة. طيب. خلينا نسمع التسجيل الصوت كمان. hi we're new to the town. هو بيقول هنا اهلا نحن جدد هنا. مدينة. this park looks great. yes it is a great park. نعم انها حديقة عظيمة. what can you do here? ماذا يمكن ان تفعل هنا? oh lots of things. الكثير من الاشياء. you can run and play. يمكن ان تجري وتلعب. you can sit on the grass. you can sit on the grass. يمكن ان تجلس على العج. and eat a sandwich. or you can watch the animals in the pond. يمكن ان تشاهد الحوانات في البركة. can we ride our bikes? ممكن ان نركب درجات. no sorry you can't. لا اسف. لا تستطيع ان تركب درجات. we have a rule. no cycling in the park. no cycling يعني ممنوع لك بالدرجات الهوائية في الحديقة. look there's a sign. انظر هناك يوجد علامة. over there. there. you must leave your bikes here. you must leave your bikes here. you must leave your bikes here. can i fly a kite? هل ممكن ان اطير طائرة ورق? yes of course. نعم بالطبع. look. those people over there. انظر يوجد هناك بعض من الناس. are flying kites. بطيار ورق. are there any other rules? هل يوجد هناك قواعد اخرى او قوانين اخرى? what else mustn't we do? ماذا بعد من الاشياء التي لا يجب ان نفعلها? in the park. في الحديقة. the signs tell you the rules. the signs يعني اللافتات. بدت تخبرك بالقواعد. بطيار. you must put your litter in the bin. لابد ان تضع المخلفات او القممة يعني في اللواء وقال عليها مكان وضع القممة يعني. you mustn't leave it on the grass. لا يجب ان لا تتركها على العجب طبعا لي المخلفات او الزبالة يعني. we want to keep the park clean. نحن نريد ان نترك البارك او الحديقة نظيفة. you mustn't fish in the pond. من البركة. look. the sign says no fishing. انظر اللافتة تقول ممنوع على استياد يعني استاد السمك. and you mustn't swim ولا يجب ان تزبح ايضا. in the pond. في البركة. okay. thank you. oh. there's one more rule. هناك ايضا قاعدة او قانون اخر. you must have a good time at the park. okay. لابد ان تقضي وقت جيد في الحديقة. we will. thanks for the information. شكرا للمعلومات. وكده يكون كمان خلصنا المقطع الصوتي. الخاص بهذا الدرس. ندخل على الدرس الثاني. هنا في listen to. في new words. في new words. كلمة sign. sign. sign يعني علامة الشدية. rules. rules. rules يعني قواعد او قوانين. grass. grass يعني العجب. cycling. cycling. cycling يعني ركوب الدرجات. fishing. 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 fishing يعني استياد السمك. لو تلاحظوا انا ما بنتقش حرف g في الاخر. لان لما يكون في نهاية الكلمة ng. المفروض ال ng لا تنطق. sandwich. sandwich. يعني sandwich. bin. bin يعني اللي هي حاوية القمامة. letter. اللي هي المخلفات او الزبانة. number two. follow the rules. يعني اتباع القاعد. look at each picture. انظر الى كل صورة. what mustn't you do. ماذا لا يجب ان تفعل. اه. اول صورة طبعا يعني مرسوم صورة منوع السباحة اللي هي no swimming. اه. تاني واحدة no fishing. اه. التالتة. هنا تخاصة بالقاء القمامة. اه. يعني الممنوع القاء القمامة يعني. المقصود بها. don't throw the letter on the grass. يعني ما تدخش الزبالة على الارض. اه. اخر واحدة. no cycling. يعني. منوع. ركوب الدرجات في البارك او في الحديقة. now find the matching sign in the big picture. عندي هنا اه. صورة كبيرة اللي فوق. او لاحظة no swimming. no swimming. فين الصورة كبيرة اظنني في الصفحة اللي فاتت يعني. اه. اه. تمام. بنرجع هنا. للصورة الفوق. اه. بنشوف اه. كل صورة. هنا. no fishing. no swimming. don't drop litter. no cycling. احنا اربع اربع اشارات. كل اشارة بتخص واحدة من اللي في الصفحة. اه. اه. number three. write a poem. طبعا ده تشجيع للاطفال ان هما يكتبوا او ان هما يبدعوا. read out the poem to your partner. يعني هنا في قصيدة على اليمين. an old silent pond. a frog jumps into the pond. splash. silence. again. هذه قصيدة. اه. مسميها واحد اسمه ماتسو باشو. يقول في البركة الصامتة القديمة او العتيقة. اه. ضعها قفزت الى البركة. splash. splash. هذا الصوت او الشيء اللي بيحصل لما شيء يوقع في الماء فبيعمل splash. يعني بيعمل ترتاشر الماء يعني. silence. again. والصمت مرة اخرى. هنا مطلوب write a new poem about nature. اكتب قصيدة جديدة او نشيط جديد عن الطبيعة. طبعا كل الطفل بيحاول نواه يبدع او يألف قصيدة ما عنده. اه بكده شرحنا درسين. lesson one. lesson two. اه. خدنا بعض الرولز. الرولز يعني قواعد. اللي هي. no fishing. يعني ممنوع الاستياد. no swimming. يعني ممنوع السباحة. don't drop letter. يعني لا تلقي الزبالة. no cycling. ومنوع قيادة الدرجات الهوائية. اه. اه. سمعنا مقطع صوتي. اه. شوفنا بعض العلامات. خدنا كلمات زي كلمة. sign sign. rules. rules. grass. grass. cycling. fishing. sandwich. bin. letter. اه. اتمنى اكون سفاتكم من الفيديو. وشكرا جزيلا على السماعكم. كان معكم مصر ايها بعدها. السلام عليكم. النهاية سيفظل. نهاية الدرجات. والمعرفة. بutt. اشتركوا في القناة.